أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يحققه أبناء البحرين من إنجازات ومراكز متقدمة رفعت اسم المملكة عاليا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية يثبت على الدوام أن البحرين غنية بكفاءات وعيدة وقادرة على مواصلة مسيرة التقدم في كافة المجالات وأشر سموه إلى أن مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بدعم مراكز تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتوفير كافة السبل التي تمكنها من تخريج أجيال تحمل في قلوبها وعقولها آيات الذكر الحكيم لينيروا درب الإيمان لأنفسهم ومجتمعهم هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإغذبية صباح اليوم كل من مهنى أحمد السيسي البوعينين الفائز بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا ومحمد سمير مجاهد الفائز بالمركز الثاني في فرع التلاوة وذلك في جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم التي اختتمت مؤخرا بالعاصمة الكويتية وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الفخر والاعتزاز بالإنجاز المشرف الذي حققه المتسابقان في حفظ وتلاوة القرآن الكريم الأمر الذي يعكس ما يحظى به حفظة كتاب الله من رعاية واهتمام من مملكة البحرين وأشد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمستوى المتميز الذي قدمه المتسابقان وهو ما أهلهما لنيل هذه الجائزة الغالية على نفوس الجميع متمنيا سموه لهما دوام التوفيق والسداد في حياتهما المستقبلية ويكون إنجازهما دافعا للشباب من أجل الحرص على الاهتمام بحفظ وتلاوة القرآن الكريم مشددا سموه على ضرورة التمسك بقيم وآداب الإسلام السامحة التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لتكون زادا ومعينا للجميع ينفعهم في دنياهم وآخرتهم من جانبهما أعرب الفائزان بمسابقة القرآن الكريم في التلاوة والحفظ عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من دعم ورعاية للقرآن الكريم وهو ما أسهم في أن تنال المملكة العديد من الجوائز الرفيعة في حفظه وتلاوته مؤكدان بأن الإنجاز الذي حققاه في مسابقات القرآن الكريم تبرز جهود مملكة البحرين في الاهتمام بالقرآن الكريم على المستويين الإقليمي والعالمي ترجمة نانسي قنقر